بطولة تاريخية وبطولة الأرقام القياسية كان معايا أستاذ محمد الضماطي من شوية تكلم على أن هذه البطولة كانت ميسرة أستاذ جمال هي ميسرة فعلا برضو أنا بقول أنها ميسرة بمجهود وتخطيط واضح يعني واضح جدا أن هذه البطولة اتعمل فيها شغل كبير جدا سواء إداري أو فني لها استعدادات قوية جدا والحقيقة أنه النادي الآله يستحق فعلا المكانة التي وصل إليها واللي لسه بعض الناس بيقولك ده يعني أو مش ممكن تكون محظوظ فاربع مرات من خمسة يعني ضد المنطق يعني يعني ضد المنطق لا ما هو الحظ لا يأتي لواحد قاعد ما بيشتغلش فلازم نبقى واقعيين فإحنا بس بنفكر الناس مع أننا مش محتاجين نفكر حد بصراحة يعني اللي عاوز يعني يفضل يفكر بطريقته هو حر إنما الحقيقة أن النادي الآلي في هذا هذه النسخة من البطولة حقق كل ما يمكن أنك تحلم به وخاصة في مباراتين النهائي يعني الختام بتاع بجد يعني حاجة عظيمة جدا إدارة وعية جدا مش إحنا برضو مش من أول مرة نقول كده لمرس الكولر إدارة وعية جدا عارف هو عايز إيه بيشتغل على كده ما بيتهزش بالكلام اللي بيتقال عنده ثقة في نفسه وحقق البطولة زي ما قولنا الأسبوع اللي فات حقق البطولة التامنة له فيه سنة وست شهور يعني حوالي سنة ونص صحيح إنه يحقق تمن بطولات أو تمن ألقاب والحمد لله أنه هو ما بيشبعش عشان إحنا مش بنشبع برضو ولا الجمهور فالجمهور كمان يستحق أنا بلح ولا أول ما بلح في المؤتمر الصحفي قال هذه الكلمة أنا أول ما خلصت قالوا لي مبروك على 12 التنشف أيوه قال لهم بس زيبوني النهار ده قالوا طبعا نكلمك بعد مرجع من سويس هنكلمك بعد مكرة هنكلمك بعد مكرة نسألك على التلاتتاشر صحيح فالحقيقة إنه حاجة جميلة جدا ولازم كمان نشيد بالدور اللي بيتأكد كل يوم للجمهور يعني جمهور النادي الأهلي يستحق وسام فعلا حضور رائع جدا أداء طوال المباراة أو طوال المباراة لدرجة أن كولر دلوقتي بقى يسأل على الجمهور يعني في كل مكان بيروحوا سواء في مصر أو خارج مصر بيلاقي إنه الحاجة المنورة قوي أكتر حاجة مننورة هي جمهور الأهلي فطبعا ده شيء جميل وعايز أقولي يا بخت من كان بيدرب الأهلي ليه؟ لأنه عنده هذه الإدارة الوعية وعنده هذا الجمهور الذي لا يشبع من البطولات بس بقى ما هو ده يا رأس اللي قاله في الحوار بس بالإضافة كده يستحمل يعني يا بخته بس يستحمل يستحمل الضغط المتتالي اللي هو أنت لازم تكسب فيمكن المرة دي يعني حيرايح شوية فيه بطولات أخرى ورا بعض ورا بعض يعني بعدها يوم بيلعب المرة دي يمكن يبقى فيه راحة شوية راحة شوية حظه حلو حظه حلو التقاط أنفاسي تبلع ريقه شوية بالضبط لكن إن شاء الله يكون برضو بداية جديدة لبطولة جديدة نبتدي إحنا كمان نشتغل على البطولة دي من النهاردة بوجودك طبعا يا كابتن ها تقول بقى كده إيه اللي يتم عشان يخطط خلي بالك أنا لسه فاكر من أيام البطولة التاسعة اللقب التاسع كان أول بار أول الله كان أول بار مع إنه من 3-4 سنين شكراً للمشاهدة من أي년 المشاهدة الحقيقة اشتركوا في القناة